مزيد من الوقت والجهد بات المعلمون يبذلونه في مدارس إدلب مع إسلوب التعليم عن بعد أحد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا هنا مدرسة الأمل النموذجية تمكن كادرها خلال فترة وجهزة من تفعيل هذا الإسلوب مستخدمين تطبيق الواتساب فالمعلمون والطلاب يتفاعلون عبر مجموعات صفية يتم من خلالها تدول المقاطع التعليمية وفق برنامجا دراسي تعده إدارة المدرسة لجأنا إلى موضوع إشراك الطلاب أثناء التعليم عن بعد يعني هو ليس تعليم عن بعد تقليدي مجرد أن المعلم يرسل الفيديو يرسل الوظيفة يستقبل لا لجأنا إلى خطوة أكثر فاعلي وهي أن المعلم بات يشرح ينتظر قليلا يطلب من التلاميذ الإيجابي فيجيب التلاميذ ضمن المجموعة محمد طالب في الصف السادس يكثر من تفاعله مع معلميه عبر مجموعته الصفية يتناوب مع أخيه في استخدام هاتف واحد لمتابعة درسهم يشتكي محمد لغيابه عن مدرسته وعدم رؤية زملائه لكنه يدرك أن التعليم عن بعد يكفل استمرار نيلي حقه في التعلم رغم ما يواجهه من صعوبات أنا لما بشوف الأستاذ منوجه إلى وجه بفهم أكثر وبكون عندنا صعوبة بالنت أنه النت أمرض أنه ما بيوصل من المقطع لوقت متأخر وكمان أنه أخوي أنا وأخوي أنه نستخدم جوال واحد كمان نلاقع صعوبة ونتمنى أنه ترجع المدارس ويروح فيروس كورونا ونرجع المدارس نفهم أكثر وأحسن متطلبات كثيرة برزت مع اعتماد مدارس إدلب أسلوب التعليم الجديد أبرزها ضرورة تأمين الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب لجميع الطلاب والمعلمين وخاصة الفقراء منهم وتحسين خدمة الأنترنت وبأسعار مقبولة وتأهيل الكوادر والطلاب للتعامل مع برامج وتطبيقات المتقدمة عقبات تنتظر المعنيين تقديم حل لها إذا ما استمر التعليم عن بعد فترة أطول أسلوب جديد للتعليم أوجده وباء كورونا في المناطق المحررة وربما يستمر ولا ينتهي بانتهائه فالتعليم عن بعد تجربة رائدة في زمن القصف والحروب وهو ما تعيشه منطقة إدلب بين الحين والآخر من داخل مدرسة الأمل النموذجية في مدينة إدلب مصور صبر حلق اليوم